قبل بس ما بتتكلموا عن وليد سليمان عايز اقول لحضراتكم وليد سليمان مش النهاردة وليد سليمان مش من عشر سنين ولا من اتنشر سنة وليد سليمان الحقيقة خلال الفترة السابقة كان له دور كبير جدا جدا جوا الملعب ده احنا عارفينه وكل الناس عارفاه لكن انا بتكلم ان وليد سليمان ده كان واحد من اهم الاعمدة الرئيسية اللي موجودة جوا النادي الاهلي وجوا فريق النادي الاهلي وجوا قط اللبس في النادي الاهلي واحد من كباتن النادي الأهلي الذي كان له دور كبير جدا 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 في كل إنجازات النادي الأهلي خلال الفترة السابقة يستحق كل التكريم يستحق كل التحية يستحق كل الفخر احنا كلنا الحقيقة فخورين من كابتن وليد سليمان واحد من لاعبي النادي الأهلي اتعرض عليه حاجات كتيرة جدا يعني أنا برضو عارفها بشكل شخصي فما قدرش أتكلم فيها ولكن اتعرض عليه حاجات كتيرة جدا جدا خلال الفترة اللي فاتت ولكنه كان دائما يفضل النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي وكل ما يخص النادي الأهلي عن أي مكافآت مادية أخرى أو أي فلوز زيادة من الآخر كان بيعرض عليه مبالغ مالية وإغراءات مادية كبيرة جدا وأكتر من النادي الأهلي ولكن وليد سليمان كان دائما أنا كنت طرف في موضوع من الموضوعات ولكن وليد سليمان أو سمعت يعني كنت سمعت الموضوع اللي حصل مع كابتن وليد فعارف أن وليد كان بيتعرض عليه أمور كثيرة جدا ولكنه دائما كان يفضل النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي والنادي الأهلي وفريقه من كل الاتجاهات فالحقيقة وليد سليمان أنا بشكره جدا 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 على الهواء مباشرة إن شاء الله يكمل السنة دي إن شاء الله يتم تتويج وليد سليمان بالدوري والكاس والبطولة الأفريقية إن شاء الله في نهاية هذا الموسم لأعلن كابتن وليد سليمان أنه هو آخر موسم له هيكون هذا الموسم يا عيمن التوحمد